فقط دفعوا فيها لإرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات رهابية في علاقة كثيرة في العالم تتوافق المخاوف الأمنية في الغارب والخليج على خطر إيران ولذلك تحاول الولايات المتحدة مع نظيرتها السعودية تخطي الخلاف الذي أدى لترد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إذ يشير تقرير لوكالة رويترز إلى أن مجموعات العمل توفر مخلجاً للولايات المتحدة للتواصل مع الشركاء في الخليج بشأن قضايا تحظى باهتمام مشترك بعيداً عن الصخب السياسي فماذا في التفاصيل؟ زار وفد أمريكي رفيع المستوى السعودية قبل أيام لإجراء محادثات دفاعية مع الدول الست العضاء في مجلس التعاون الخليجي بعدما تأجلت المشاورات من أكتوبر إثر نشوب خلاف بين واشنطن والرياض بشأن السياسات النفطية لفت تقرير رويترز إلى أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حرب أوكرانيا استرعى اهتماماً من عواصم مجلس التعاون الخليجي بطريقة لم يثرها على الأرجح الغزو الروسي لأوكرانيا في بدايته وقال دبلوماسيان في المنطقة إن محادثات الولايات المتحدة مع الخليج تظهر أن الطرفين يريدان تخطي الموقف والموضي قدماً خاصة على مستوى المؤسسات يقول المحلل السعودي عبدالعزيز بن سقر متحدثاً عبر قناة الإخبارية الحكومية إن دخول الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا أعطى زخماً جديداً في وقت كانت تشكك فيه دول الخليج في التزام واشنطن تجاه المنطقة ويشير سقر وهو رئيس مركز الخليج للأبحاث بالقول هنا بدأ التغيير حقيقة حينما استشعر الغرب أن أمنهم مهدد من قبل دعم إيران لروسيا ولطالما حذرت السعودية وحلفاؤها من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة وشبكة وكلائها في المنطقة خاصة بعد الهجمات على منشآت نفط سعودية في عام 2019 وركز الوفد الأمريكي الذي ضم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران على الدفاع الجوي والصاروخ المتكامل للمنطقة والأمن البحري وإيران ومكافحة الإرهاب فهل يتخطى الحليفين خلال فات الفترة الأخيرة في سبيل مواجهة خطر إيران الأمن على المنطقة وحتى على الغرب؟